أهلا بكم من جديد تصدت القوات الأمنية في محافظة نينوى لخليات إرهابية خلال عملية أمنية استباقية واعتقلت 17 إرهابيا من داعش وقتلت قيادي بارس في التنظيمة خلال عملية أمنية في ناحية بادوش شمال غرب الموصلة وأوضح ظابط في قيادة عمليات نينوى أن عملية أمنية نفذت على خلفية معلومات عن تسلل عصابات داعش إلى الناحية حيث تمكنت من اعتقال الدواعش وقتلت القيادي البارز بعد اشتباكات عنفة واستولت على أسلحتهم واعتادهم